تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيزورك في بيتك الله وحيقعد عندك وحلو يا توفيق الله وحيقعد عندك في بيتك تلتية كويس تخيل صورة أو لقطة أو موقف أو حاجة نفسك تقولها له أو هو يقولها لك أو موقف يحصل اختار أي حاجة من دول قوي الرؤية دي جواك أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك مين عنده حاجة؟ لازم في البيت معي يا الله أنا أول شيء راح أقوله له أنه يعلمني اليقين الذي علمه للصحابة والذي درسنا في حلو يا توفيق أوي يا رسول الله علمني اليقين علمني اليقين وقرين الحقيقة الله يا توفيق جميلة جميلة مين عايز يقول حاجة؟ يعني أنا ممكن أترمي كده على رجله وبصها وهبكي أكيد وأشكله همي وهبقى عايزة كده يحضرني الله أنا هقول له أنت أنت راضي يا رسول الله أنا حاولت حاولت أحبب نفسك أنت راضي؟ بتحبيني؟ أنا كويس؟ أنا صراحة أشكره على كل الأشياء التي عملها للإسلام وأطلب منه سماحة كمان يعني كم من حاجة تشويها صورة الإسلام وأحنا ما عندناش طاقة نعمل نصلح نصلح كده حتى تزريله حلو يا ديخ كاميليا أنا سأحب أن أريه شجرة عائلة والدتي والدتي من أحفاد عمر بن الخطاب فعندها شجرة بين ابن ابن وآخرها سيدنا عمر بن الخطاب فأنا أحب أن أريه هذا الهديش وأقول له هل أنت فخور بي أم يجب أن أشغل أكثر؟ أقول له يا عبد الغني وتعمل مع النبي سعدني يا رسول الله أبغى أن أدخل الجنة وأبغى أن أساعد الناس أيضاً أدخل الجنة أعلمني كيف أعلم الناس محبتك ومحبة الله سبحانه وتعالى الله يقضى عنك يا الله أرينا الحقيقة في هذا الزمان الملخبات كما تجدتما بالمصرية علي أفضل كوتش المخلوق أنا أريد أن أخذ الرسول معي في كل شيء أنا أريد أن أرى ويتعامل في الزمان اللي إحنا فيه مع كل حاجة أنا أعدي بها عشان أعرف تعليم عملي أي سعد أنا أحسن أنا أعملت أحسن في هذا الموقف أنا أريد أن أرى في كل حتة أنا أريد أن أذهب أريد أن أتعامل مطاعم كل حاجة أنا أريد أن أرى حياتك اليومية في حياتي أنا حياتنا الوقاتي زي أنا أعظم من أقيسة على النبي صلى الله عليه وسلم يعمل حلوة